بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا نعم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا ولذلك كل كلمة من فمه صلى الله عليه وسلم مش بس بلسم للقروء لكن كمان نور للضروب كمان نور في الطريق بنسير عليه بخلي الإنسان يعرف ايه القيم الأساسية اللي لازم يعيش بيها وإيه المعاني اللي لازم يحافظ عليها وإيه الشر اللي لازم يبدع عنه حديثنا صلى الله عليه وسلم يفضل منارة ونور لينا وخاصة لو كان زي الحديث اللي عن التكلم عنه النهاردة حديث مهم وهو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان الحديث دا متفق عليه بس خلينا نقرأ مرة تانية وكأننا بنسمعه من فهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بإنصحنا وهو يخف علينا فيقول لنا إياك أن تأتي واحدة من هذه السلاس وإياك أن تأتي هذه السلاس فيقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخان أول حاجة بتيجي في قلبنا وفي عقلنا لما نسمع هذا الحديث هو أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيخوفنا من المعاني التلاثة دولة اللي بينتهكوا تلاث قيم بينتهكوا قيمة الصدق إذا حدث كذب بينتهك قيمة الصدق وإذا وعد أخلف بينتهك قيمة الوفاء وإذا أتوا من أخان كمان حفظ الأمانة تلت قيم مركزية وأنا أعدت أسأل ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اختار فكرة المنافق واختار كمان هذه المعاني السلاسة السلبية اللي حذرنا منا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمها آية المنافق يعني إيه علامة المنافق وهنا إحنا مش معنا النفاق هنا النفاق الاعتقادي والعزب الله اللي بيخرج الإنسان من الملة أبداً مش هو ده المقصود إنما هنا هو نفاق بمعنى إن الشخص اللي بيفعل هذه الأشياء وكأنه بيتشبه بصفات المنافقين طب يعني إيه الصفات المنافقين ثلاثة بس لا فيه صفات كتيرة بس الصفات التلاتة دولة خطر جداً على المجتمع وخطر جداً على الحياة خطر جداً على كل ما يتعلق بسلامة الإنسان تخيل إن إنسان يكون حاسس إن فيه حد عنده الثلاث قيم دول أو عنده الثلاث معاني دول السلبية دول عايش في أمان إزاي لما حاسس اللي خلف ظهره ممكن يكذب عليه والزوجة لما تكون عايشة مع حد عارفة إن كل وعوده وعود تمسيح عامل زي دموع التمسيح يعني وعود كاذبة ما بتتنفس أو إن هي عايشة مع حد هو إيه اللي حاصل طول الوقت بيخون لا 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 ما فيهش أمان كده عارفين التلاتة دولة هو دولة اللي لو تمكنوا من مجتمع حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقدم لنا حاجات كده محاذير حدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أو التلات حاجات دولة لما بيكتروا في بيت أو بيكتروا في مجتمع أو بيكتروا في عمل التلاتة دولة يهدوا أي بيت يهدوا أي مجتمع ولذلك الحديث ده من أكتر الأحاديث اللي احنا لازم نوقف عندها كتير في أحاديث كتيرة جات وقالت إن علامات المنافقة أربعة فإذا التقييد هنا وكأن دي أهم تلات علامات من المنافقة وفي أحاديث تاني جات وقالت إن هو علاماته خمسة يبقى إيه اللي حاصل يبقى التلاتة دولة مش على سبيل الحصر ده على سبيل الأهمية في حاجة اسمها سبيل الأهمية دي لأهم تلات صفات في المنافق لابد إن احنا نتجنبها ولذلك سيدنا الإمام الحافظ بن حجر يقول في الكلام ده إن سبب الحصر في التلاتة ده إن أصل الديانة منحصر في ثلاثة أمور القول فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلنا إن احنا نخلي بنا وعلمنا إن احنا نخلي بنا من كلامنا وإن اللي حاصل وأنا نقول إلا الصدق لأن الصدق يهدي إلى البر وبعدين الفعل يبقى أول حاجة إذا حدث كذب قدل قوله وإذا إيه بعد كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث كذب إلا حاصل حضرت النبي يكلمنا عن الفعل فنهانا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا ما نخنش ولذلك لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وإلا حاصل وأنتم تعلمون يبقى إلا حاصل يبقى لازم نفهم كده يبقى إيذن لازم نفهم إن الخيانة كمان بتدخل في الفعل تبقى إيه تبقى النية زي محافظة ابن حضر بيقول فقالنا خلي بالكم من نيتكم وضرب لنا مثال بخلف الوعد والخداع لأن المنافقين يخوادعون الله وهو خوادعهم يبقى الثلاث حاجات دولة وكأنهم مركز الفساد الاجتماعي نحن هزين نقرأ الحديث ده بهذه الطريقة إيه مركز الفساد الاجتماعي ثلاث حاجات يبقى مسلس الفساد الاجتماعي بيتكون من ثلاث صفات الكذب أيوة إيه تاني تاني حاجة الغدر ثالث حاجة كمان زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عدم الوفاء يبقى إيه عدم الوفاء وكمان الغدر في الخيانة وكمان الكذب لما نحط كده حاجة تجمع الثلاثة مع بعض دولة هو إيه اللي هو معنى بيقترب من فقدان الثقة والأمان أنا هنا في مقابلة المنافق مش بيبقى في مقابلة المنافق يبقى في مقابلة المنافق قال له في مقابلة المنافق المؤمن والمؤمن ومن من أمناه الناس الثلاث صفات دولة بيضيعوا الأمان ولذلك الزوجة حاجات كده نعرفها احنا في الحياة الزوجية الزوجة لما زوجة هيكون بيجذب عليها من غير ما تدري هي بتقول ان هو بيخونها طب ليه لان هي ما عندهاش شيء يمنع الشخص الكذاب من انه يخون ولازم نفهم ده ليه لان الكذب يخلي الانسان لا يشعر بالأمان ونزاك حضت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايسرق المؤمن اه يسرق لكن وعددوله من المعاصي لغاية ما ايه ايكون المؤمن كذابا قال لا لان المؤمن الذي امنه الناس فالمؤمن هو المؤمن للناس فالزيب هو سبب امان الناس ويكون كذاب والكذب هو الذي يمحق ويسحق الامان الكذب يسحق الامان ليه لو واحد كذاب ازاي هتكون معاه في امان وعشان كذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة يهدي الى ماذا يهدي الى الجنة ثم تكلم على ان الكذب يهدي الى الفجور ايه ده والفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب ويتحر الكذب لغاية امتى حتى يكتب عند الله كذاب ينهر بيض طب وده معناه ايه ازاي احس بامان مع حد كذاب مش هقدر احس بالامان مع حد كذاب ولزاك المؤمن اللي بيكون وجوده امان للناس مش ممكن يكون كذاب وعشان كده الصفات اللي بقى هتكون كلها وحشة بس الكذب اصل كل خطيئة رأس كل خطيئة كذب اصل كل خطيئة الحياة التانية بقى يبقى عندنا هو يبقى ده مسلس ايه مسلس هدم المجتمعات اسمه مسلس ابتلاع الامان السقب الاسود للامان اللي هو ايه الكذب عدم الوفاء الغدر يا الله تلت حاجات حاجات تانية بعد الكذب ان الواحد يخل في الوعد ودي من اكثر الحاجات اللي بتزعج الناس وتخليهم تحسوا ان هو خلاص وكأنه ايه اللي حاصل تخيل كده واحد بنى حياته على ان فلان عايساعده في حاجة معينة وخلاص والشخص ده تأكد له الوعد ده وقال له ما تخافش واكد له ان هو مش هيتأخر عليه فإيه اللي حاصل فتأخر عليه ففتت عليه الفرصة او ان هو وعده بوعد وخلاه يحس ان الدنيا فيها امان اه بيحصل كتير ده بقى ان هو يوعده بالوعد وإيه اللي يحصل فيحس ان فلان سنده وظهره ومعاه وبعدين اللي حاصل فص فص ملح وداب زي ما بيقولوا كده فيحس الواحد ان ايه ان وكأن واحد ساقط من فوق شاهق فيحس ان هو ايه ده ايه اللي بيحصل ده طب انت ما كنتش محتاج ان انت تعمل ده انت ليه وعدتني وبعدين اخلفتني ولذلك الله سبحانه وتعالى لما مدح بعض المؤمنين قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق في الوعد وعشان كده الكلام هنا على الوعد بالخير مش الوعد بالشر الوعد بالشر اصلا ما تنفذوش ده بالعكس من حسن الاخلاق ان انت ما تنفذوش ومن كرام الاخلاق ان انت توفي بالوعود وازاك الله سبحانه وتعالى قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا لدرجة ان بعض العلماء اتبر من اخرف الوعد فقد ارتكب معصية وحرام وخاصة لو وقع بناء على الخلف بالوعد ده ايه ازى على صاحب الايه على الشخص اللي وعده يبقى اذا لازم ننتبه الى ان الوفاء قيمة مركزية في الحياة على فكرة الاخلال بالوفاء وعدم الوفاء ده من اهم الاشياء اللي بتفسد الثقة وتفقد الانسان الثقة واحنا عندنا ناش عايشين حياتنا دلوقتي فقدين الثقة في الدين وفقدين الثقة في الحياة بسبب خلف الوع وعشان كده لابد ان احنا ننتبه الحياة الثالثة اللي حضرت النبي صلى الله وعلى تكلم عنها هي اخيانة الامانة والغد وحضرته صلى الله عليه سلم بيجي يقول للناس دايما الصفات اللي لازم نبتعد عنها ولذلك يجي يجمع الصفاتين دول ويتبع عليهم العقوبة الشديدة فيقول حضرت النبي صلى الله سلم لا لما لا عهد له علشان كده لازم نكون فهمين ان ربنا سبحانه تعالى لما بكلمنا عن صفات المؤمنين لازم نعرف ان صفات المؤمنين دي لازم يكون فيها ايه الكلام عن الامانة والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فالمؤمن من صفاته حفظ الامان سواء كانت الامانة مادية او كانت معنوية وعشان كده لازم الناس تحافظ على امانها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى يقول ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك وعشان كده ايه اللي يحصل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يعني ايه اللي حاصل محدش فرط في الامانة اذا الامانة لازم الانسان يؤديها حتى لو كان لشخص هو خانه يعني مفيش مبير مبرر للخيانة وعشان كده تعالوا نشوف احنا ممكن نعمل ايه عشان نعيش في جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيكلمنا في هذا الحديث احنا قلنا ان المسلس ده تاسم المسلس ايه مسلس عدم المجتمعات ومسلس فقد الامان ازاي نجدد الامان مع الناس اول حاجة لا تعد الا بما تستطيع ان تنفزه واعرف ان انت لو وعدت بشيء مش هتستطيع تنفيزه ليس هذا من الشهامة لا الشهامة انتعد بما تنفزه انتعد بما تستطيع ان تنفزه وعشان كده حتى في البيع قال له لا تبع ما ليس عندك يعني مش هتستطيع تتسلمه يبقى انت لا تعد بشيء لا تستطيع ان تنفذه لأن إذا وعدت بشيء وقلت إن شاء الله رب لا إيه هتعمل كده ده منش من سمات الشخصية المتزن وكأن الشخص المتزن هو اللي فيه التلات صفات العكس ده الشخص المتزن هو الصادق الوفي الأمين هو ده الشخص المتزن وعشان كده لا تعد إلا بما تستطيع أن تنفذها أدي واحد حاجة التانية الإجراءة التانية المهمة اللي أنت تعمله أن أنت تضع نفسك كل يوم على الميزان أدي إيه كل يوم في نهاية قبل عند المغرب وقبل النوم أنت أدي إيه كنت صادق أدي إيه كنت وفي أدي إيه كنت أمين ولازم كل يوم تتوب من ده عشان قلبك يحصل له جلاء طب وإذا حصل أي شيء من ده لابد أن تتخلص من هذه الذنوب لابد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان ترتب على ده حقوق للناس ردها للناس ويوعى تنام وإنت عندك واحدة من الصفات التلاتة دول الحاجة التالتة اللي إحنا لازم نعملها إن إحنا بكافة الصور لا نسمح لأحد يغضر بنا وإن ذلك لابد أن كل أمور حياتنا تكون واضحة اتفاقاتنا تكون واضحة وأهم حاجة في حياتنا هو الإجراء الرابع اللي أنا بقول لكم كل حياتكم تبقى راضحة أهم حاجة لا تبني حياتك على الوعود إيه وقت تبني حياتك على الوعود وفي نفس الوقت إيه اللي حاصل تكون أنت في قلبك رسوخ في النفس ولا تتأثر بأي حد يغضر بيك لأن الذي يغضر هو يغضر بنفسه ولا يغضر بك حاول تستثمر صلابة نفسك وتؤكد ذاتك إن الشخص اللي خان هو خان نفسه وأزى نفسه وافضل دايما مستقر على أخلاقك ولا تخل من خانك وأدي الأمانة لمن ائتمنك وعيش سليم القلب وعيش في صمود وعيش في أنوار الأخلاق والقيم تعيش دائما في مدد الله وفي أمن الله يا رب اجعلنا دائما من أهل المدد ومن أهل الخير ومن أهل السند يا رب العالمين ولا تكتب علينا أبدا سواد ولا سوء من أفعال أهل المعاصي ولا أهل الذنوب وجنبنا يا رب المكارهة ما ظهر منها ومن بطن بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم وبأسئلتكم اللي شرفتونا وبعدتونا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة اللي بعدتونا على صفحتنا على صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقاها وبنسعد بيها وتفتح لنا جسر من النور يفضل بي نفضل بي في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونفضل كمان موصولين بمجالس العلم أول سؤال بيقول والدتي بيجي لها خنقة بالليل والكلام ألف سلام عليها والكلام ده من سنين وأول ما بابا بيقرأ عليها القرآن بتتتوب وبتتمع وبتنام على طول والخنقة بتوصل لدرجة إن هي بتحس إن روحها بتطلع وتفضل تتشاهد وكشفنا كتير وللأسف محدش فدنا ولا حاجة خالص اللي بيحصل ده منصوص عليه حاجة اسمها سايكوتسوماتريك إزو أردر يعني دوة التأثير النفساني الجسماني يعني هي ما عندهاش مرض عضوي لكن هي متأثرة نفسيا قد تكون متأثرة نفسيا بفترات البعد عنها أو خفها إن انتو تسبوها لوحدها فأنا آسف يعني فتموت لوحدها فبتجي لها حالات إن هي تحس إن هي الأحسن إن هي تموت بين إيديكم أحسن ما تموت لوحدها ودوة محتاج إيه محتاج شوية اهتمام منكم بيها محتاج إن هي تتكلم معكم كتير محتاج إن هي تتكلم بصدقه بصراحة من غير ما تخاف إن حد يشيل همها والدتكم بيجي لها الخنقة دي لإن هي كاتمة في نفسها ومش عايزة تطلع ولا تحملكم همها لو سمحتم يسمعوها خليها تتكلم خليها تفضفض خليها تتكلمكم وهو ده الحل الوحيد وهي لا ليه لا ليه علاقة بالجن ولا ليه علاقة بالأشياء العضوية لا ليه علاقة بإن هي عندها هذا الضغط النفس الشديد اللي بيخليها حسة إن حياتها بيديق عليها بسبب كم المشاعر الصعبة اللي هي متحملها خليها تتكلم وعودوا معاه وخليها تتكلم وخليها تفضفض لو عملت كده هيبقى حالها إن شاء الله أحسن بكتير جداً لأن هي ما عندهاش أي شيء يتعلق بالأشياء العضوية أنت وكشفتوا خلاص فما ما عندهاش ده بالأشياء العضوية لكن ده القبض ده والقلق ده جي لها من أفكار ومفاهيم عندها في ذهنها محتاجة إن هي تغيرها المفاهيم على فكرة اللي في الزهن اللي أنا استهين بيها الإنسان بيشقى بفكرة وبيسعد بفكرة حياته بتضيق بفكرة وحياته بتتسع بفكرة ولذلك فكرين حديث رسول الله ودعاء رسول الله اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباع ليه لأن الإنسان ممكن يرى الباطلة حقاً ويرى الحق باطلاً فضيق حياته وانحرف ولذلك دايماً إحنا في الصلوات سبعة عشر مرة في اليوم بنقول إهدنا الصراط المستقيم يبقى إحنا لازم نعمل إيه لازم نعرف إن إحنا في كتير من الأحيين فكرة عندنا في ذهننا ممكن تضمر حياته فكرة إيه أنا عموت كم من الستات والستات كتير منهم بالذب بالذات أكتر من رجال أنا هموت لوحدي أنا هموت ومحدش معايا أنا عايشة وحيدة ما عنديش حد فتحس بالخانقة لأن هي عندها حاجات هي مش عارفة تقولها فتحس إن الكلام بيخنقها بتحس إن الأفكار بتخنقها ولذلك أنتوا لازم تعملوا مزيد من الاهتمام بيها أفضل من اليوم مرة من أنتوا توقفوا مندهشين اندهشكم ده مش هيعبر عن اهتمامكم اهتمامكم وأعطاءه وقت هو اللي يعبر عن اهتمامكم السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت أنا لقيت مبلغ 600 جنيه قدام باب الشقة عندي من أربع أيام وما حد يسأل عليهم خالص وأنا كنت منتظر حد يسأل عليهم ما حد يسأل خالص هل يجوز صرفهم مثلا على قطة عندي لا لا يجوز صرفهم في الوقت ده لأن حضرتك معرفتهمش أنت حضرتك قاعدة في مكانك ومنتظرة إن هم ييجوا حد ييجي يسأل عليهم الأحسن في الأحوال اللي زي دي إن احنا نحط الفلوس دي في الشرطة أو إنك انت لو خليت الفلوس ده عندك لازم تروحي في الأماكن يعني لازم تقولي مثلا للبواب تقولي للبواب العمارة أنا لقيت فلوس لو حد ضايع منه أنا لقيت حاجة لو حد ضايع منه حاجة يبقى يقول لنا يبقى هو هدي لازم نقول له كده أو نعرف ده على بواب المساجد ده لازم يبقى فيه حاجة اسمها إيه دي اسمها لقطة وإحنا دلوقتي إيه اللي حاصل اللقطة دي ليها أحكام شرعية إن الإنسان يأخذها ويعرفها مش إن إن إنسان يأخذها ومجرد ما حد يسأل عليها يتصرف فيها لا لأن ممكن الفلوس دي يكون واحد جاء يشتري بيها دواء ممكن أول حاجة عيروح يعمل إيه الشخص ده اللي وضعت منه فلوس هيسأل في الأماكن دي أو يروح يبلغ في قسم الشرطة فالأساس إما نوديها في قسم الشرطة أو نعرفها التعريف الصحيح إن إحنا نعمل إيه نروح لأقرب مكان ممكن يجي يسأل عليه وهو بواب العمار أو نقول للناس وبعد كده نعمل إيه نقول كمان لإمام المسجد إنه لو حد جيه سأل إنه فيه فلوس فيه حاجة ضعت ولا لا يبقى يقول لنا عليه مش هنقدر نتحمل ده كله وأن نود الفلوس دي في قسم الشرطة وهو يتصرف بحيث لو جيه حد يسأل هنقول له الفلوس دي راحت قسم الشرطة وهو يروح يستلمها هناك إذا كان عنده أمارة بده السؤال بعد كده بيقول أعمل إيه في المصاحف اللي وراءها اتقطع ونقص منها بعض الأوراق كنا زمان نتكلم على منبادرة مهمة قوي قوي وهي مسألة إن حد يجمع أوراق المصاحف دي ويعيد تدورها وبالفعل فيه مؤسسات بتعمل ده بتيجي تاخد المصاحف وتفرم الورق وبرطة تعيده تعيده مرة تانية في الايه تعيده مرة تانية في مسألة إن هي تدخل في صناعة المصاحف مرة تانية دي أفضل طريق إن احنا نشوف المؤسسات اللي بتاخد الحاجات دي ويتفرمها وترجعها كمان يتعامل بها مصاحف دي أفضل طريقة وأحسن طريقة طيب لا أنا ممكن أخلي المصحف ده عندي حتى لو هو ناقص من غير ما يبقى علي اسم صح ممكن أخليه عندي ومثلا أقرأه لربع ياسين الجزء اللي ضاع منه جزء من إيه جزء من الأمام ولكن أنا أستخدمه في ربع ياسين أستخدمه في حفظه وانتصف القرآن فمش لازم لازم نقول مش لازم المصاحف اللي تقطعت منها أوراق أني لازم أنا أعدمها لو هي ما زالت عندي ومحافظ عليها وتستعمل لبأس أني يحافظ عليها وتستعمل يبقى بتسألين يعمل إيه لو فضلت أو بتسألين يعمل إيه لو فضلت في البيت وبيستعملها بأن يقرأ فيها الناس وأن هذا لا يحدث عندهم خلل في ترتيب في ترتيب السور ولا ترتيب الآيات ولا أي شيء خلاص الجزء بس اللي هو تم قطع الأوراق منه خلاص هو ذات اللي إحنا ونقرأ بعد كده بعد الجزء اللي هو مفوش قطع الأوراق لو إحنا مش قادرين بقى لا إحنا عايزين ما يبقاش المصحف ده عندنا لأن إحنا لن نستطيع أن نستعمل ونن نكون حريصين بهذا الشكل على طول إحنا ممكن عندنا شوية أدوات إن إحنا بما نحفظ به هيبة القرآن بما نحفظ به هيبة القرآن إزاي قلنا إن إحنا نوديه لمن يستطيع أن يعيد تدويره نجوز إن إحنا نقوم بحرقه نجوز إن إحنا نقوم بحرقه بحيث إن ما يحصلش أي نوع امتهان لهذه الأوراق يبقى إحنا عندنا بالتدريج كده نوديه للناس اللي بيأخذوا المصاحف ويعيدوا تدويرها لو نحتفظ به ونستطيع إن إحنا ننتفع به وليس هناك اسم علينا إن يبقى المصحف ناقص أوراق والأمر اللي بعد كده ما قدرناش نوديه للناس بتاعتدويرها أو نحرقه بحيث إن إحنا محدش يكون فيه استعمال غير مناسب ولا فيه أي نوع من أنواع المهانة للقرآن السؤال اللي بعد كده يقول يا شيخ أنا بحب الصلاة بس بكسل أعمل إيه علشان ماكسلش مسألة الصلاة دي مسألة مهمة جدا إن إحنا نفهمها لإن إيه اللي حاصل كتير من الناس بيكسلوا عن الصلاة لأسباب كتيرة جدا إن هي أول السبب بيكسله علشانه التأجيل أنا أهم يصلني بس أخلص اللي في إيدي مشهورة الحكاية دي النفس الأمرة بالسوء بتلعب بيها أنا أخلص بس اللي في إيدي أهم يصل آه دي مشهورة اللعبة دي النفس الأمرة بالسوء بتلعبها وما أبرق نفسي إن النفس الأمرة تم بالسوء حتى الناس اللي بيصلوا آه ويا سلام بقى لما تخليك تخرج الصلاة وقتها فإن يحصل؟ يحصل لك وجع في قلبك وتحس بالضيق وتحس بالحرج وتحس بإن أنت إيه ده أنا ما بقيتش إنسان عابد لله فإلى عشان كده إيه اللي حاصل؟ اللي بيأجل ما يأجلش الصلاة يعني ما يأجلش الصلاة أول ما تتذكر إن أنت إسقاء ده الأدنة ده قوم صلي يعني قوم صلي ولا تؤجل لما يحصل ده إن أنت تقوم تصلي ولا تؤجل هتحس إن أنت خلاص ذهب عنك الكسر يعني لما تسارع إن أنت تصلي بيذهب عنك الكسر وده شيء مهم جدا جدا يبقى إيه إذن؟ يبقى أول حاجة نعمل إيه؟ نسارع للصلاة يبقى نتخلص من كسر بإن إحنا نسارع إلى الصلاة واحد يقول لي لأ ما أنا أصدي إن أنا بكسل إن أنا ما بعرفش أسارع للصلاة طيب يبقى الكسل ده ليه سبب إيه السبب بقى؟ إن أنت حاسس إن أنت لست بالإنسان الذي يقبله الله فأنت لازم تبعد عن هذا المعنى تبعد عن معنى إيه؟ إن الله لا يقبلك ولذلك إيه حاصل؟ قوم صلي حتى لو إنك إنت حاسس بإنك إنت قلبك مش حاضر لأن انتظار إن أنا تنتظر دقيقتين أو تلاتة عشان قلبك يبقى حاضر في الصلاة مش هو ده الحل قوم للصلاة على طول بادر للصلاة على طول لما تبادر للصلاة وتتعاود إن أنت تصلي كل ما بادرت للصلاة هتحس إن أنت صاحب همه و هتحس إن أنت صاحب هزم فيذهب عنك الكسل إن شاء الله ولذلك بادر إلى الصلاة وصلي حتى لو قلبك مش حاضر وما تسمعش كذب النفس وهي بتقولك لا انتظر شوية عشان قلبك يكون حاضر ويكون الأمور هدية ونفسك تكون طيبة وتصلي بعد ذلك لا قم وصلي مباشرة ولو تعودت على أنك أنت تبادر إلى الصلاة هتجد في نفسك همه وتعرف أنك قد أمدك الله سبحانه وتعالى وأعطاك من مدده الذي لا ينقطع لكي تقوى على نفسك الأمورة بالسوء يا رب كرمنا و جعلنا دايما في رضاك و جعلنا يا ربنا في حماك و ألهمنا يا ربنا مددك الذي به نقوى على أنفسنا و نخرج من براثنها و نكون لك وحدك يا رب العالمين اللهم اجعل حجابا من نورك بيننا و بين أنفسنا و اجعلنا يا ربنا في رضاك و اجعلنا ممن يذوقون حلاوة أليس الله بكاف عبدك فيا ربنا اكفينا برضاك و بنورك كل ما تؤذين به أنفسنا و اجعلنا في رضاك و اجعلنا في حماك فيا سيدنا يا من أنت تملك أمرنا يسر أمرنا إلى كل خير و اجعلنا من الهادين المهديين و يا رب اجعلنا دائما نرى جمالك في كل شيء و نسارع إلى لقائك اللهم حبب إلينا لقائك في الصلاة و في كل عمل يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين